بينما يصوت مجلس الأمن بالإجماع على مشروع قرار فرنسي بتعديل روسي ينص على نشر مراقبنا أمميين لعمليات الإجلاء من شرق حلب يتساءل متابعون على من سيتم عملية الرقابة ومن سيخضع لقوانينها ويرصد انتهاكاتها هل على قوات الأسد التي يشكل وجودها على الأرض الحلقة الأضعفة في مدينة حلب أم على عشرات الميليشيات الأجنبية التي يقودها جنرالة الحرس الثوري الإيراني أم على جنود الروس أنفسهم وهنا أيضا يطرح التساؤل التالي كيف يكون الجلاد حكما وقضيا في الوقت ذاته وكيف سيرضى بوجود منافس عنيد له يأبى أن يكون له الدور الثانوي على الأرض وطبعا هنا الحديث عن جمهورية الملالي يقول متابعون أن التعويل على وجود أرضية للتفاهم بين الروس والإيرانيين تنسفه جملة من المعطيات الجديدة التي من الممكن أن تغير حسابات كل دولة ونظرتها إلى التركة المنتظرة في سوريا فليست تلوح بلقاءات منتظرة تحتضنها موسكو في الساعات القادمة تجمع وزراء الدفاع والخارجية لكل الدولتين بحضور تركي كافية لإزالة الضباب حول مكانة كل طرف منهما في سوريا فلكرملين عشية اللقاء تخبر حكومة طهران بسعي موسكو نحو حل سلمي في سوريا ويظهر رغبة الروس بدفع الروح من جديد لإجراء مفاوضات في الزمان والمكان الذين تحددانه في الوقت ذاته تعمل وسائل إعلامها على نفي مستمر لوجود أي قوات عسكرية برية لها تشارك في العمليات العسكرية على الأرض وهو ما تم ضحضه مرات عدة من خلال صور بثت لقوات خاصة روسية تشارك في معارك تدمر وحلب أما طهران فتعمل على خط مغير يميزه الوضوح والبباشرة فصور سليماني الذي سبق الجميع بالظهور في حلب رسالة واضحة تثبت من خلالها أن ما دفعته إيران من أثمان لبقاء المدينة تحت سيطرة الأسد لن يكون مجانياً وليست التقارير الإعلامية المتواترة التي تتحدث عن أسماء جنرالات الحرب في إيران المشاركين بقيادة ألاف العناصر الأجنبية الشيعية من أفغان وباكستانيين ببعيدة عن هذا الموضوع إذن فالمعطيات جديدة على الأرض بحسب مراقبين لا تنبئ بحقيقة هذا التقارب الذي لم يخرج بعد عن رداء الإعلام فالواضح أن لكل طرف أجندته الخاصة التي يريد أن يفرضها كوقائع أليس الصدام الآخر فيما يخص اتفاقية إجلاء المدنيين من شرق حلب إلا مثالاً واضحاً على تصاعد التوتر الإيراني الروسي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر